للناس اللي تبعت مباراة البي اش جي باريس سان جرمان وفريق موسم الرياض اللي هو كان كوكتيل كده من نجوم النصر والهلال السعوديين اللقاء الاخير اللي جمع بين ميسي ورونالدو هل يتكرر اللقاء؟ ده واحد من الاسئلة اللي انا اسألها لضيفي النهاردة مارسلو خافيار زولتا الموديل الفني السابق لفريق سان خوسيا البوليفي فريق دي بورتيفو ناسيونال الإكوادوري وفريق ناجران السعودي وضفنا في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس اللي جاي بداية طبعا اهلا وسهلا بك على شاشة الاهلي وشكرا جدا على وقتك وعلى مشاركتك معنا في السادسة صباح الخير هنا مدينة في الصباح وسعيد للغاية بالتواصل مع العالم العربي الذي يعجبني كثيرا والكرة العربية وانا مستعد لأي سؤال يعني بداية لازم ابركلك على تتويج الارجنتين بكاس العالم ده شيء طبيعي وشيء منطقي ازاي بتشوف النسخة دي من كاس العالم قطر عشرين اتنين وعشرين وهل كنت تتوقع من بداية البطولة انه المنتخب الارجنتيني تحت قيادة سكلوني وبقيادة ليو ميسي قادر على تحقيق اللقب حقيقة الامر الفريق كان يقدم مباريات كبيرة ولم يهزم في ثلاثين مباراة تقريبا في اخر ثلاثين مباراة قبل المنديال وبوجود ميسي الظاهرة الامور كانت طبيعية ان نقدم مباراة كبيرة في المنديال واعتقد ان الارجنتين استحقت التتويج هل مريت بلحظة شك في اللحظة اللي خسر فيها المنتخب وانا عارف ان كان لك تجربة في السعودية طبعا كنت بتتولى مسؤولية الادارة الفنية لفريق نجران السعودي فاكيد انت ملم وعارف اهم من جوم الكرة السعودية وعارف مستوى المنتخب السعودي هل مريت بلحظة شك مع خسارة المنتخب الارجنتيني امام السعودية في بداية مشواره في البطولة حسنا من الجانب الاحصائي لم نقدم على مدار النسخ المتتالية من المنديال لم نقدم مباراة قوية صحيح ان المنتخب السعودي كان يستعد بشكل قوي للمباراة الاولى امام الارجنتين ولكن اعتقد انه كان من المهم ان يستعيد المنتخب الارجنتيني قوى بعد هذه الخسارة المفاجئة وندرك جيدا ان المنتخب الارجنتيني كان سيستمر في البطولة بشكل جيد انت عارف انه جماهير الكرة في العالم كله يعني ما بتبطلش مقارنة يعني لا تكف عن المقارنة هل من وجهة نظرك تتويج ميسي مع منتخب الارجنتين بكاس العالم ساهم في انه يحط حد لفكرة المقارنة بين مين هو الاعظم خلينا نقول على مستوى الكرة الارجنتينية الاول مين هو الاعظم في تاريخ الارجنتين دياغو ارماندو مارادونا ولا لاني الميسي اعتقد اننا نتحدث عن لاعبين في حقبتين مختلفتين وفي ظروف مختلفة مارادونا شخص يمتلك شخصية مختلفة عن ميسي بطبيعة الحل وبكل تأكيد بالطبع انا اعتقد اننا نتحدث عن لاعبين عظيمين وانا كارجنتيني الهواء اعتقد انهما الافضل في التاريخ كل منهما الافضل في حقبته سواء مارادونا او ليوميسي بالنسبة للكرة العالمية هو من افضل اربع او خمس لاعبين في الكرة العملية ولكن اعتقد ان المقارنة ليست في محلها لاننا نتحدث عن لاعبين في حقبتين مختلفتين تماما طيب خليني احط السؤال يمكن بشكل مختلف واضيف عليهم كامبس لانه في التلات مناسبات اللي استطاعت فيهم الارجنتين انها تتوج بلقب كاس العالم كان هناك دايما لعب ظاهرة يعني كامبس في 78 مارادونا في 86 ميسي في 22 هل ده معناه انه علينا ان احنا ننتظر ظاهرة ارجنتينية اخرى او لعب اسطورة او لعب فز من الارجنتين عشان تقدر الارجنتين هتحقق بطولة كاس العالم في السنوات اللي جاية وهل اللعب ده موجود من وجهة نظرك ماريو كامبس دييغو مارادونا ليول ميسي انهم احد افضل اللاعبين الذين ارتضوا الرقم 10 في تاريخ الارجنتين ميسي قدم مونديال كبير كامبس في فترتي كان الافضل اعتقد ان هذا المونديال الارجنتين استحقت الفوز بهذا اللقب واكتسبت فريق لا نتحدث عن اللاعب واحد ولكننا نتحدث اكثر عن مفهوم الفريق الارجنتين في مونديال كطر كانت تلعب بشكل متماسك اكثر وجماعي اكثر طيب انتقالا للدوري السعودي وانت خطت تجربة التدريب في الدوري السعودي عايز واحد جزء الاول من السؤال اسمع رأيك فيه قصة انتقال كريستانو رونالدو لللعب في الدوري السعودي تحديدا مع نادي بناصر والكلام اللي تقال على هامش زيارة بي اش جي ولعب ومباراوة داية في السعودية في موسم الرياض على انه فيه مفاوضات بالفعل من جانب بعض الاندايا السعودية اللي تقالت تحديدا فريق تحديدا وفريق الهلال لضم نجم الارجنتين ونجم البي اش جي ليو ميسي لواحد من الفريقين رأيك في ده وهل تتوقع ان السيناريو ده قابل فعلا للتحقيق على ارض الواقع ولا لا اعتقد ان صفقة كريستيانو رونالدو هي صفقة كبيرة بالطبع للدوري السعودي اعتقد ان الدوري السعودي بالطبع اكتسب شهرة اكبر للشهرة التي يتمتع بها بطبيعة الحل بينضمام كريستيانو رونالدو ولكن ليس فقط ميسي اعتقد ان بالنسبة لي ميسي يستمر في فرنسا او يعود لبرشلونة ولكن بالطبع الاندية السعودية تحاول في كل الاوقات استقطاب النجوم الكبيرة والنجوم الاشهر وليس هناك اشهر من ميسي ورونالدو في الوقت الحالي اعتقد ان الدولارات او المبالغ الكبيرة التي تدفعها هذه الاندية تساعدها على استقضاب الاسماء الكبيرة في كرة القدم عموما هل تتوقع اذا استمر ميسي مع بي اج جي انه طبعا بعد حالة التزايد الثقة بالنفس تحيي البطولة الاهم على حد تعبيره هو اللي كان بيقول كده ميسي تحيي لقى بكسر عام انه قادر على قيادة البي اج جي لتحقيق نسخة جديدة في بطولة الشامبينز ليج ان باريس ان جرمان فريق كبير بوجود نيمار وامبابي وميسي قد يكون له فرصة كبيرة للفوز بلقب دوري الابطال هذا الموسم هذا امر طبيعي وعلى هامش الخسارة التي تلقاها الفريق في المباراة الاخيرة ولكن اعتقد ان بيس جي قادر على حصد لقى بدوري الابطال هذا الموسم بتشوف ازاي العلاقة بين نجوم الفريق نيمار ماسي كيليا نيمبابي في فريق اساسا مدجج بعدد كبير جدا من الاسماء والنجوم وهل بتشوف انه السلاسي ده والاجواء ما بعد كسر على ممكن يؤثر شوية على فرص البي اج جي بطبع المدرب يقع الجزء الاكبر في هذا الامر على المدرب لانه ليس من السهل على المدرب ان يكون يمتلك هذه الكتيبة من النجوم الامر صعب بالطبع والخسارة الاخيرة هو امر وارث في كرة القدم بشكل مؤكد ولكن ليس لدي شك في ان سان جرمان سيطاق بطل الفرنسا وكذلك سينافذ على لقب دوري الابطال هذا الموسم بعد ايام من انتهاء بطولة كاس العالم للمنتخبات هنكون على معاد قريب طبعا في خلال ايام مع نسخة جديدة من بطولة كاس العالم للاندية بيشارك فيها تلات اندية عربية بيشارك فيها الاهلي المصري الوداد المغربي الهلال السعودي ازاي بتشوف الفرص الفرق دي في مواجهة الفرق الكبيرة زي ريال مدريد وزي فلامينجو البرازيلي ريال مدريد لا يتواجد في افضل حالته في هذه الفترة وكذلك فلامينجو اعتقد ان الفرق العربية قد تمتلك فرصة في المنافسة على لقب هذه النسخة يمكن واحدة من اهم الاسباب اللي بتخلينا نراهن او نشوف انه فيه امكانية للفرق العربية هي مستوى المنتخبات العربية اللي ظهرت في كاس العالم يعني يهمني اسمع رأيك وتقييمك وانها كاس ده عموما على مستقبل الكرة في المنطقة العربية سواء عن مردود مشاركة سعودية مشاركة المغرب مشاركة تونس في البطولة الاخيرة من كاس العالم وازاي شفت تطور مستوى الكرة العربية لقد اعجبني كثيرا المغرب بالنسبة للسعودية فازت على الارجنتين وقدمت مباراة كبيرة ولكنها لم تستغل هذه البداية المنتخب التونسي ايضا منتخب قوي وقدم مباريات قوية استحق الاحترام كان جديرا بالاحترام اعتقد ان كنت افق في ان المغرب ستقدم بطولة كبيرة لان المغرب يمتلك كتيبة كرائعة من اللاعبين وكذلك مدرب رائع والمغرب استحقت بطبيعة الحال ما قدمته في المنديل ارتباطا بالسؤال عن امكانية التواجد ليه ميسي في الدوري السعودي ويمكن هو نجمل الابرز على مستوى الكرة الارجنتينية وعلى مستوى العالم ذاتي لكن مش بس بسي فيه اسماء كتيرة جدا ارتبطت بالتواجد في ملعب السعودية وفيه نجوم كبار جدا اعلانوا عن رغبتهم ام وفقتهم مقدما ان هم يلعبوا في الدوري السعودي بكلمة على اسماء بحجم كيلور نافاس بحجم ايدن هازرد نجمة بلجيكا بحجم سيرجي راموس نجمة اسبانيا ازاي بتشوف فكرة اهتمام الاندية السعودية بنجوم العارة التقيل وهل من وجهة نظرك ده ممكن يساعد الكرة السعودية في فكرة التقديم للصدافة او ملف التقديم للصدافة بطولة كاس العالم 20-30 اعتقد انه بالطبع هو امر طيب للكرة السعودية والكرة العربية وانتقال كريستيانو رينالدو بالطبع يساعد على فتح الباب للكثير من الاسماء الكبيرة سواء في امريكا الجنوبية او في اوروبا الكرة السعودية تستطيع النهود من خلال استخدام هؤلاء النجوم الذين سيساعدون بكل تأكيد على تطور مستوى الاندية والدوري والتنافسية وقد تحذو دول عربية اخرى حذو السعودية في هذا الجانب لان هذا بالطبع يساعد على ارتفاع مستوى المنافسة وبطبيعة الحال يساعد على ملف ترشح السعودية للمنديال بما انه يليك سابق تجربة في المنطقة هنا وتحديدا في المملكة العربية السعودية خلينا اسألك طبعا يعني الكرة اللاتينية عموما يعني سواء على مستوى المنتخبات او على مستوى النجوم بتعتبر واحدة خصوصا برازيل والارجنتين بتعتبر مدنس متقدمة جدا على مستوى العالم وهي دايما كأندية ومنتخبات مصنفة ومرشحة لتحية العلقاب لكن انتشار المدربين اللاتينيين في قرية افريقيا مقارنة بالمدربين الاوروبيين أولئل جدا ممكن اعرف منك ايه الاسباب وهل انت شخصيا عرض عليك العمل في افريقيا او لو عرض عليك العمل في افريقيا هل توافق؟ بالطبع بكل صراحة اريد العودة مرة اخرى للكرة العربية اذا سنحت لي الفرصة فبالطبع ساقبل المدربين المدربين امريكا الجانوبية لديهم القابلية على التعلم والتطور والذهاب لأي مكان في العالم سواء في اوروبا او سواء في خارج اوروبا نحن مدربون في امريكا الجنوبية نمتلك الرغبة الكبيرة في الانتشار والتطوير مستوانا ونمتلك كل المؤهلات اللازمة لكي نستطيع ان ندر في هذه الاماكن مرسلو غفهار زالتا بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا وبتكرر طبعا التهنيئة مرة تانية للكرة الارجنتينية والشعب الارجنتيني بمناسبة تتوجهم بالنسخة الاخيرة من كاس العالم السادسة مستمر معاكم بس بعد الفاصل